وانه كان يجب ان احنا ناخد مواقف ده مش حكمة بأثر راجع احنا برضو كنا بنقول ملاحظات على الطريق ده من الاول لكن لكن لابد ان ننظر من جهة اخرى من زاوية تانية وزي ما بيقولوا كده تلبس حزاء الرجل اللي هو يعني تضع نفسك مكانه تضع نفسك مكان الحكومة خلال السنوات الماضية خلال السنوات الماضية هل مصر كان المفروض تقطع المفاوضات دي وطول يلا يا جدع هذا خطأ رهيب فضيع ويلا بينا الى اجراء اخر سواء بقى اللجوء الى المجلس الامن مثلا بشكل اكثر عجلة من ذلك او انه اجراء عسكري ما ناخد بالنا انه خلال السنوات الماضية ربما كانت اولويات الدولة اجهزة الدولة واولوياتها الكبرى استعادت الاستقرار والامن داخل المحيط المحلي داخل مصر داخل البلد كانت بتستعيد الدولة قوتها كقوة مركزية وقوة قابضة وقوة يعني قادرة على استقرار وانفرض الاستقرار في البلد البلد كانت وضعها صعب ومرتبك اقتصاديا للغاية نفسيا حتى ويعني وسياسيا كان وضعها بالنسبة الدولي كان وضعها في منتهى الهشاشة وكانت البلاد تقريبا اجنبية حتى كلنا جاءنا المجلس الامن من 6 سنين كنا شفنا جلسة كارسية غير اللي انت شفتها دي قال الجلسة اللي انت شفتها دي جلسة باردة لكنها على الاقل اللي لم تكن معك فهي ليست ضدك انما انت لو كنت روحت ب 6 سنين كانوا يعني سفكوا دمك السياسي طبعا والدبلوماسي على قارعة مجلس الامن فبلا كانت وضعها هش داخليا ووضعها هش خارجية فالوضع الهش داخليا محاولة لاستعادة القوة وبناء الدولة من جديد او جهزة الدولة مؤسسات الدولة وده طبعا يعني برؤية ومنطق الدولة في استعادة البناء والاستقرار ولجأت حتى لاجراءات امنية يعني باطشة مش تجاه الارهاب طبعا الارهاب يستحق وكل باطش انما تجاه حتى القوى السياسية والمشطاء وكل ده تحت عنوان استعادة قوة الدولة واستعادة هيبة الدولة وضبط ايقاع الحياة اليومية في مصر لصالح البناء والاستقرار فحتى الدولة في لحظة من اللحظات كان عندها احساس يحسبون كل صيحة عليهم هو العدو يعني كأنه اي حد لو قال اي حاجة فهيهز الاستقرار والثوابط والديمومة والتنمية وما الى ذلك فكان فيه الدولة كان عندها اولوية هي دي اولويات الدولة توافق انت ترفض لكن لازم تتفهم هو المشهد بيتم ازاي اه كان ممكن ده يتم بقدر اخر بشكل اخر خلاص بقى لما يعني يعني ده حكمة بأثر راجعي انما الحاصل انه كان الفترة اللي فاتت وفي الاخر الدولة وجهزة الدولة وانت كلمتها وقلت لك الميتين دولة بعد ما تزعل شوية ويعني تطئمس منك هتقوم ردة بوضوح او ربما ترد على طول بنفور يعني انه طبعا تشايف النتائج اهو على الارض نجاحات حقيقية نجاحات حقيقية لن ينكرها احد او لن ينكرها الا جاحد يعني فيه نجاحات حقيقية فيه حاجات تانية مش نجاحات بس هو المشهد الحكومي عايز بصلك لنا يتبص للنجاحات فيه نجاحات ونجاحات كبيرة ما ينكرهاش جرق اعمى فالحصاد اهو استعدنا بنعمل دولة التنمية عملنا مشاريع شوف ايه شوف كم وحدة بنت كم رصيق الشوارع اتعامل كم طرق اتعامل كم مدن انجازات انجازات كانت تكفي ان احنا نمد حبال الصبر مع اسيوبيا لهذا الحد ده سؤال يمكن ان يطرح وان التداول فيه ومن ناحية تانية بقولك وضعك كان هاشي جدا عالميا ودوليا وكانش ينفع تقول تعالوا جثوني او تعالوا شاركوني او تعالوا دعموني في مواجهة اسيوبيا او وفقوا على اللي انا هعملوا بقى في مواجهة اسيوبيا لان وقتها انت كانت علاقاتك تقريبا متقطعة مع العالم وبدأت تلتصق وتلتائم وتجتمع في لحظات يعني في سنوات متتالية وزي وانت عشايف الدولة المصرية عملت ايه يعني المشهد مثلا وانت بتروح بتتعاقد مع شركة المانية حتى بتحييها من فشل او من فلاس وبتعمل معاك الكهرباء الشركة الايطالية تعمل معاك التنقيب على الغاز الشركات البريطانية تعمل معاك والامريكية بتعمل معاك تنقيب على البترول يعني انت طول الوقت المانيا ايطاليا فرنسا بتشتري منها صفقات اسلحة كل ده بتستعيد علاقتك مع الدول دي والحكومات دي علشان يتماسك وضعك الدولي ففا فكرة الوقت الذي راح في استمرار مفاوضات بلا امد وبلا امل مع اثيوبيا لم يكن وقتا مهدرا كان وقت بناء بناء داخلي وبناء علاقات خارجية ترجمة نانسي قنقر